في العاصمة الأفغانية كابول استهدف انفجار أحد المساجد خلال آداء الصلاة في ثالث جمعة من شهر رمضان ما أسفر عن مقتل رجل دين كبير وإصابة 16 شخص آخرين بحسب ما أوردته وزارة الداخلية الأفغانية ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن الانفجار استهدف مسجد التقوى بينما كان العشرات يتجمعون داخله للصلاة وأصيب ما لا يقل عن 16 شخصا جميعهم من المدنيين في حين قال مسؤول أمني إن عدد القتلى قد يرتفع